سلام 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 بفحلات وعشق الاقتصاد اليوم نجدكم فيديو جديد في الفيديو تالي يوم قبل ابدوها انا احبها الفحلات اللي انضموا معي على القناة و انا احب تانيك بالفحلات دائمين دائميني سيرتو هنا اولا في الانستغرام المفيد اليوم نبدو فيديو جديد ان شاء الله يرجبكم ولكن قبل هذا ما تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل وصلاة وسلام في الفيديو تالي يوم نشوف قضيان تال اسبوع كامل نزيد معها في الاخير ستشوفوا جدوى الوجبات اسبوع اللي احنا اعتمد عليه يعني الحساب القضيان اللي شريته في فيديو تالي يوم تاني كحنشوف بلي متينال في وقتنا قضيان اسبوعي ما تجيب الكوارو يعني ان قد نقول لكم بلي خضار بعزي كما يقولوا الاساسيات البسيطة فقط حتى الكمية اي قليلة شوتوا مع البطاطا اللي راهي انزمين يعني حاجة بزافة ما تبدلوا فجأة ديفون نلقاو الحاجة طاح البريد التحابس في اي دقيقة في اي تانية قادر يتبدل هذه الحاجة اللي ما خلتنا شننحددوا الميزانيات تعنا وكين حاول الحدوها تكون كلش بصعوبة قولين انتو ما شحرهم عندكم اتمينات على الخضر والفواكه هكا باش ناخدوا افكار مشن الحاجة اللي غالية بسه شحركو دين ومحددين الميزانية ليح تديروها في الاسبوع اسكو كوتورو بالعشرة ايام او الاسبوع انا نشيب الاسبوع احسن ان الخضر في الصيف تستدب الخوف من شي كما في اشتاء امام الكمية حتى انه هذه اليامات الحرارة هو متقلب يعني ما قهيسة مازالة الحرارة ومازال نعتمد على الوصفات الصيفية يعني ميتنا الف دوكا متجيب لكوالو انا نظر ميتنا الف غير خضر بدون فواكه يعني ما فيه مش كافاكية بس كيضا تنخلنا الفواكه راح المبلغ يكون اكتر دايما نعتمد على الفواكه يكون الف دينا جزائري ولا الف وخمسمائة دينا جزائري الفواكه وحدها هادي يعني اللي حبيه كل فواكه بيا سينو باش انتو ما تتلقا ورحكم ليكم غير تعتمد على شوية فلان شوية يعني يعني توف تحاولوا انكم من كل حاجات شوية هكا باش ما تفوتش ميزانية تعاكم ولكن بالخضر لعائلة لخمسة افراد ميتين الف حتى ثلاثمائة الف خضر فقط لهذا دانيا فواكه حطينا الميزانية تعا مليون في العشرة ايام قلت لكم باليوم مستحيلة فيها تجويع فيها النوع من الشح يعني حبيته ولا كراته يعني هذه هي الحقيقة ما تقولوا ليش يعني تياكلوا تخيط خبيل عائلة تعاكم في عشرة ايام مليون بخاطش مستحيل كان عندكم بيت الخزين ويا ربي بسكوبيش تحطوا مية تالف يوميا الف دينار جزائيل اليوم ما تجيب لك والو ما نقدرش نقولوا بياي تقدر تجيب لك الف دينار جزائيل يجيب لك كلش احنا نحن نهضرب بالاتميناء اللي راه موجودة دوكا في الاسواق يعني لحوم غالية الدواجين كيف كيف والخوضة زادت طلعت يعني هذه المليون بما كانت تنفع من قبل ولكن الان مستحيل ودايما هذا الاكل جيد صحي يعني لازم نعتمد على الاكل الصحي لعائلات بتاعنا عباركم احنا لينا وللولادنا اللازم علينا نعتمد على الاكل ما تقولوا ليش رايحين دراهم نقاف الماكلة ولكن هذه هي لازم علينا ناكله بياي باش نجو بياي باش نكونوا فعالين في المجتمع وولادنا يقرؤوا بياي عقلهم يكون لابس عليه لازم الاكل يكون صحي ومتكامل فيه كلش على بيها من قد نقول لكم بميزانية تعكم لازم تحددوها بجدوى الوجبات يعني لازم لكم جدوى الوجبات يكون صحي ومتكامل يكون متنوع مازال ما قدرون لاش ندخلوا لي سبب زاف ولكن هكاكو هذا السبوع عدرت العدس يعني حطيتوه في البروغرام الاديالي وقلوني انتو ما راييكم في احسن ميزانية قدرتوا تقسموها بذلكم بالوصفة الاولى اليوم دعطا جين سيتون بزرودية يعني هذا الطبق نقدر نقول عليه يكون اقتصادي هنا كنت درت له يعني سهل فخد دجاج ديرو معا شوية مع الدنوس بفخد دجاج دجاج البرازيلي دعتمنوا فخد حبيبا بصالح حبيبا سنينة جو سنينة توم نقل لهم تخبيا معا زرودية نضيفو لهم لي زي بي سفل كحال كروية ولي حب يعني دلو شي سكن جبير نقل لهم تخبيا بعد نضيفو لهم المرقوهم وضيفو لهم الزيتون وبنسبة لزيتون كونش مختوبة قبل هنا كنت صورتو شنسيت حطيت لكم هنا كنت استعملتو بشامبينيو هادا هذي وصفة يعني اخرى في الحقيقة ولكن حاوت نعطيها لكم دو كانوا حول جدوى الواجبات بالنسبة لجدوى الواجبات شوفوا التنوع هو اهم حاجة اي واحد حبيب يدير جدوى اللي بس به يعني عليه على التنوع يعني لازم يعني يشوف العائلة تعوش ياكلوا مش يدرع نطيبو حاجات ونرموهم فهمتوني ولا نبليجي ولادنا باش ياكلوهم ولا نحسو رحنا بينا ننفرسيوهم حاولوا على الاقل طيبو لهم حاجات يحبوهم وياكلوهم ويستمتعو بهم لهم يطلبوهم يعني انا نفحكي اقولوا لي طيبين هذه الحاجة غضو منك نطيبها لهم خاصة انه اطفال تعنا هما يتشاهو كما احنا كبار كما احنا كبار نضيفهم نطغير فو من حاجة دفهم حبونا كل حاجة يعني مشي نقولوا لا لا نطيب ونولفوا وياكل هذه الحاجة كاين كاين ما كشمكش لا 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 على الميزرية وانو كلوحنا حاولوا اننا نتقاسموا معاهرة هو فرد من العائلة مشي درعونيو وانو يقول لك بيلي يغضو من وضوامن هاولو ميولوش يكلوه وانو الاطفال قد ما يكبر قد ما يولي يحبياك وينواف الاكل تاعو الحاجة الاولى انو نعتمدوا على التنوع في الاكل تاعو يعني بين حبوب وحاجات كما عجائن اكستغاو يعني واكلات تقليدية تلقوني هنا مانيش محددة الايام دايما نقولكم ساسبين بدل في اي يوم يعني نقلب بالايام وتانيك اضيفها تلقى ومكيش العشاب بسكي حنا نعتمد على نفس الوصفة يعني نطيب الاصباح وعشية هكا بشي انتهنا بسكي سخانة مقعد مع كوزينا حاجة الاولى قدرت اليوم الاول لبيا ماشطو بدون لحوم يعني هكا نقليها سوتي نغليها وبعد نسوتيها نضيلها مع يعني يعني نبيسيها تخيبيان نزيد لها مقلة بطاطا ونفرخها فوقها نزيد لها شوية فخاء الفخوماج يعني اجبان بهذه الطريقة يولي عندك طابق شباب ونزيد لها شوية مع الدنوس ونفس الوقت كنت درت مصيدوان تعارز بالجلبانة زرودية زواتن هكا ونزيد طبق متكامل طلع مايونس على الدار يعني درت لكم بلوجو غوصات على مايونس لقاوهم في انستغرام ديالي احبوه حتى غير بسفار البيت وكنت درت لكم واحدة بالخلاط اليدوي يعني بيت كونك تطلعوا مايونس بحبة البطاطا هادو اذا حبيتوا تشاهدوا لقاوها في انستغرام تعليم معاش انستغرام الفحلاء دايزا تلقاو الرابط تعوه في صندوق الواصف كنت اتضافت معها غير فلفل حلو امشارمها هذا الفلفل حلو كيف نديره يعني نقله ونبعد نققيه تقعيه يعني نقطعه نعاوض نشرمه وننقلهها كامعة شف شوية توم لازي بسكر وياف في اللكحل يأتي مع حبيبها حرجة بزيزة بنين نديره زيتون بزيزة زيتون بزيزة عيلي لقها كل عشاء حاجة خفيفة اليوم الثاني يوم الثاني نحل العدس انا العدس كما قلت لكم باش يجيني صحي اكتر ونوفر فيه اكتر نخلط الاسدس الأحمر مع العدس البني يعني نقليهم على طريقة جزائرية عادية يعني وصفة عادية ولكن نخلطها ونخلطها مع الدوق ويعطوا تكستور بزيزة 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 هذه أستوس بزيزة 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 اللي عندهم عائلة يعني يشتو قدمة دول عدس ما ميجيكمش ملبي بس حكي تديفولو هدك العدس الأحمر ميبانش يدسباري وممتوه يعطيكم هدك تلبيا حاجة الثانية نحاول ندخل فيه شوية خوضر هكذا زرودية بطاطا غير علاجة الأطفال شوكتونا ما نحبوشها ولكن نرحي كلش يعني نرحي هذا كل خوضر بشي ما يبانوش حاجة الثانية نضيف معه دايما خبز الدار نحب حاجة خادثية نضيف خبز تقليدي الحاجة الثالثة اللي هي نضيف معه السلاطة كمسة البطاطا بالبيتخاف نضيفهم مع ميونز منزية بيد مغليء هذا الطبق متكامل تعتمد عليه العائلات الطاويلة لا تكون فيها هذه العناصر لا تقولوا هي طاويلة متكامل صحة لعائلتانا فلاشة اللي لا يحبوش يكلون حاجة تقيلة كما على بلكم لعدسين الفرقس تكون لديهم أصحاب القولون إذا أحبتوا بحوشنا فنحط لكم وصفة اللي عندهم الكولون يتهنون منه عن تجربة بالنسبة هنا للكسرة كما قلت لكم دي كسرة محشية ولا فطائر محشية ولكن كسرة محشية جي خفيفة نضيف فيها السوستومات دائما أنا كمشتوني ختمت السوستومات نضيف لهم بطاتان طومات نضيف لهم أجبان شوية زوات قطعين نسكرف جميع الجوب نشيداغ و أنا طيب زوج خبيزات وثلاثة ناكلهم مع صلاطة أو خضراء أو لا وحدهم هكا كلي كلي أنا برا يعني مع شوية عصائر ويجيب زف زف بنيا اليوم التالي سيكون سكالوب محشية بالسلق يعني نضيف لزيبينة أنا لدي شوية زيبينة خبيتهم دائما نضيف لها بشوية نخبي بصنشية التربطات يعني على الأقل يكونوا عندي في المنزل على بيها نضيف لهم لزيسكالوب نتقاسم معكم الوصفة في انستاقام وتقاسمت معكم في الستوري هذه الوصفة دجا هذه الأيام يعني نحاول أن ننوعه شوية هكا كل واحد في عدنهم سكالوب هكا مقليين فارسيوهم بالأجبال والسلق نضيف لهم السوس ديانا بدون يعني بدون كرم فراش إذا أحبتم نعطيكم الوصفة نضيف لكم كرم فراش منزلية ولكلمة الطبخ المنزلية نضيفها في الانستاقام وممهنا تلقوها في الإشارت يعني تلقوها في الصفحة التاعي هنا على اليوتيوب نضيف لها شيء شامبينيون شوية زيتون ونضيف معها أرز نضيف معها شيء بطمقية إذا أحبتم عائلتكم تحب زيت حاجة بشيء ونضيفون طبخ كامل ننصحكم بها بزبنينة وممتون يعني يشبع إذا أحبتم فراشات نضيف كمية كبيرة يأكلوها لكم في الفطر يعني يكملوها هذه السوس بيضاء شامبينيون نضيف بيزا بوازي ونضيف بيزا سوس بلانش نضيفها غير أجبال ونضيفها ونضيفها في الكوشة ونضيفها في الكوشة ونضيفها أمريضا ونضيفها واحد على الأقل يطيب حاجات في داره خبزة بيزا كبيرة تقسمها قلعة إلى ونضيفها ونضيفها ونرى كما أنا نقول لا نشعل الكوشة ونحاول أن يستطيع أن يكون طيبا ونضيفها 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 اليوم الموالي الخضر موسمية ونضيفها ندرها ونضيف حريرة المفيد ميزة ونضيفه جميعنا ونضيفه ونضيفه مفيد إذا لم نرى هذا الكلاسوب البروتين بالنسبة للمملحات نضيفه معهم ولا كيش نضيفه بها يكون لدينا نصف سيدر الدجاج ونضيفه بهم ونضيفه بهم هذا الكيش نعمره بهذه الطريقة نستفيدنا البويون نخرج فيه دوق والفائدة ونضيفه ونضيفه كيش ولا مملحات وإذا لم يكن لديك دجاج فتصدر على مملحات بالطنة وغير بالأجبان في العشاء سوف تكون الوصفة لأنه نقوم بكمية وصيفته والعشاء ندعوه بهم من السوق العشاء اليوم الموانين ندخل الهبات يكون مكارونة كما قسمت معكم فيها مشترياتي من أقودي في قفلت لبات هؤلاء من المتعجنونة يغلقون جدا ويقومون بشكل طياب يعني مع الجنين لا لا هدواء شوفوا كثيرا بزبزب تقدروا دورهم بسوستومات كما جمدناها من قبل تقدروا معهم طاقت تانيك أو بوضع أو بولي أشياء على حسب انتم واختياراتكم نضيف مقارونة يعني نضيف صباح واشياء يمكن أن نأكل عجائن تقال بزاف الليل ولكن حول على الأقل نضيف صندويتات ونضيف نصف صدر الدجاج نضيف خبيزات نضيف نضيف طماطيش كي نضيف صحي أكثر أجبان ونضيف طماطيش ونضيف مايوناز منزلية وهذه الطريقة يكون عندي بوغر منزل مئة بالمئة سنو نضيف لحوم نضيف نضيف غيب الأوملات يعني نضيف هريسة مايوناز سلاطة ورا هنا فرينة نضيف مايوناز يعني يعطونا دوقرة أولي ما عنداش بانيناز ما عليك غير طاجين ويعطي ما ميفي يعني نضيف مايوناز نضيف مايوناز نضيف مايوناز في طبق تقليدي أنا دقيقة تعجبني كوسكوس باللبن بالجلبانة أو مصفوف بالزبيب يعني هذة هما الحاجتين نعتمدهم هذا كما الأمتاعي ربما يحفظها تحبوا بالعنب كما هي أو بالدلاع أنا لم أفضل هذا بصح نحب بلعفة الجلبانة بلعشة كما قلت لكم عجائين فيديوهم في اللين نضيف فيها حاجة اسمات قيلة كما الكوسكوس وعجائين تقليدية نضيفها للبيتزا كاري كاري تقسمتها معكم وصفها في الانستغرام يوم الضلمة قرأة بالبطاطا هنا الضلمة بطريقة تقليدية بطريقة تقليدية ناكلوا حاجات يجو صحيين أكثر يعني لا تقوموا بالأكل التقليدي لذي يكون صحي تقدموا تقوموا بطاطا 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 نحب كل مرة نضيف خوضر جديدة وأكل جديد تقدموا بلعشة كما أحب نضيف معهم سلطة خيار نقطحها بطاطا بطاطا بصل أجبان مايز ونضيف صحي خشيفة ضريفة لأن نضيف كوكوت نضيف كمية لبس بها اليوم الأخير سيكون كباب تقليدي كباب بصدرجة كباب نحن أجنيحة الدجاج يعني نضيف كباب 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 أجنب كباب كباب و الكمية تكون تزكي اكتر يعني ندير معها سلطة خضراء سلطة صيفية عادية بطماطيش وبصل في العشاء ترتقي الطماطيش مقلية بالحار هكذا فلفل مرقض ولا حار خضر نقله نزدفوله شياتهم نقله هذيك طماطيش دينا نشيف الفلفل لكحة شكروية نديرو عليهم كشرب حبة تولى خمسة يعني بيت تعال البيت ولا الجج ونقلوهم تخيب ينضيفو لهم رشة تعال فرمج من الفوقها مع سلطة يعني حيكونوا اكلة يعني صيفية بامتياز يحبوها الكبير و الصغير وبهذا دي ان شاء الله يكون عجبكم هذا البروغرام قلوهم انتوف لكم انتوفر